قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يطلع علي خامنئي إن الإيرانيين سيردون في ذكرى ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران يوم الجمعة المقبل على التحذير الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهران من استمرارها بإجراء الاختبارات الصاروخية ونقل عن خامنئي قوله عبر موقعه الإلكتروني في اجتماع بقادة عسكريين في تهران إنه لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية وكان قائد بالحرس الثوري الإيراني قد أعلن قبل أيام أن بلاده ستستخدم صواريخها ضد أعضائها إنهم هددوا أمنها وذلك على خلفية عودة التوتر مع الولايات المتحدة